السلام عليكم اتمنى اتكونوا كامل بخير و صحتكم لباس اليوم ان شاء الله سنشارككم بطاولة افطار فيها ثلاث وصفات هكذا ان شاء الله ندير لكم مرات وصفات مالحة و مرات وصفات حلوة وبالخصوص حلويات العيد هكذا ان شاء الله باش نرضي كامل الاخوات فاليوم سنشارككم بثلاث وصفات بطاولة تكون بسيطة وجميلة بسيطة يعني في التقديم لكن وصفات الي فيها وصفات غنية وبثلاث وصفات ندير لكم ان شاء الله مملحات بموس الدجاج وصفة رائعة ومشي مكلفة حتى طريقة تقديمها عصرية جميلة رح ندير مفوم عاصمي وندير لكم ايضا طريقة تحضير عن التفاح في الطاجين الحلو نبدأ اول حاجة بالمملحات حبيت نبدأ بحاجة بسيطة برك الفيديو وبعدها نروح للطبقة الرئيسي بالنسبة للمملحات رح ندير هنا كما قلت لكم مملحات بموس الدجاج حبيت تكون حاجة بسيطة بشيطة بشيطة جبت هنا الورق كما راكم تشوفوا نطوي الحبة على ربعة نجيب غامكة نجيب المادلين يعني اي حاجة تحطوا فيها وديروها بشكل عشوائي كما انا درسها مثلث وبعدها نحاول الوسط هو اللي نحط بشكل جميل ونحشيهم بعدها نبدأ بزبدة ونحشيهم كما تحبوا ونطيبوهم ماذا بيكم النار تكون ناقصة يعني الفورة لا يجب ان يكون سخون بزيف هكذا يديو لكم لو مذهبي ما يتحرقوا لكمش واصلا مش راحين يطولوا بزيف حنا نوجدوهم ونبعد كيل حق الفطور باش نعمروهم بالعموس لانو يبقا ومقارمشين مدام ما فيهم مش هذيك الكريمة ولي هذيك العموس ثقنا نروحو لهذه العموس خيرت انو تكون موس بسيطة ما فيهاش بزيف مكونات ونتقدروا كامل ديروها ان شاء الله عندي هنا الربع صدر تعدجاج كون طيبته في انسوس بلانش نهار من قبل خبيتو هذي الاغوسات بعدها هذا الكنيستر اللي تكون طيبته طبعا فيه سوس بلانش يعني فيه الملح في ففل اسود يعني فيه توابي تفتتوه فقط وتحطوه هكذا فروبو ونبعدها نزيدوه الفرماج نعاود فقط الجيج الكمية بزيف كمية مليحة لا تكثروش بزيف من هذو الوصفات رحو مقبليات يعني الواحد يكون قطع برك بزيف عليه فحنحط هنا الجبن ورحنحط هنا المايونيز بالنسبة للمايونيز رحنخلي بديل كرام فرش حطيت هنا انا مايونيز كرام فرش انا قضيت هناك قوام كريمي وحطيني قوام كريمي وضعي قوام كريمي وحطيني للموس بزيف خفيفة فقط نرحيهم بليح كي نرحيهم بضرورة الكمية نرحيهم بضرورة الكمية لحطيتها تكون كفيتني نرحو على حسب اذا قلت بلي نقصة نقاط نزيد يا فرميج يا مايونيز حتى نتحصل على هذا القوام ما لازمش تكون سائلة بزيف ولا سمعني ذاك الجاجة ترحى مليح هنوش هنضيف الغارة نضيف الزيتون انا قطعة زيتون اخضر الى قطعة صغيرة هكذا يمدلي واحد الحموضة واحد البنة لهذه للموس ونزيدلها شوية المعدنوس هذا مكان حاجة اقتصادية سهلة وبزيف مليحة نخلط كلش تضيف مليحة تضيف مليحة وكاين وصفات عدة للموس بعد ما خرجت الديول شوفوا اللون الذهبي قلت لكم متحمروهم شو بزيف بزيف المهم يعني يكونوا مقرمشين ثم نعمرهم بعد ما حطيت للموس في ام بوش ونقول لكم حاجة فقط انتم وشتو الديول وشتو الديول وشتو الديول قبل نصف ساعة قبل نصف ساعة ولا أبسط تحضيرهم من قبل بالنسبة للتزين يكون بالماييس يكون بالزيتون بالمعد الموس هذا مكان يعني سهل خفيف الضريف والإضافة للماييونات تحتاج لكم بزيف للوصفة كما تقدرون موضوع بموضوع 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 وهذه الوصفة نجربها ان شاء الله تعجبكم هذا هو شكلهم بموضوع بموضوع للمسة عصرية رائعة مع الوصفات التقليدية نضع الوصفة التقليدية المثوم العاصمي سوف نحاول ندير الوصفة التقليدية معها اضافة صغيرة كي لا يزعفوش منها الناس العاصمة بالنسبة للوصفة سوف نضع نضع ملعقة نضع ملعقة ونضع ملعقة ونحتاج الوصفة الوصفة الأصلية يجب أن يكون لحم لحم غنمي اذا لم يكن لديكم اكيد سوف تستعملوا أي لحم كانت تقوم بالجاج فأنا خيرت قطعتين من اللحم الغنم سوف نقليهم بما انه مثوم لازم كمية مليحة عثوم انا درس كم من سنين زعتهم حتى ما شفيتش المهي وكمية مليحة باش نحطها في المراق ونحطها في الفيونداشي اللي نحتاجه كمية مليحة منها بالنسبة للتوابل الأساسية في المثوم ملح في الفو الأسويت وكمود نحطوهم في المراق وايضا في الفيونداشي عندي بيضة وشبيرو عندي هنا البصل لا يوجد البصل ليس من المكونات الأساسية في الوصفة الأصلية بصحة ويلفنا أن المراق الأبيض يجب أن يكون فيه شوية بصل ليس كمية كبيرة على الأقل هو اللي عقدنا المارق فأول حاجة سأضع حمدا نقلي في الحم والحمد يددي وقته و يددي لون بني هكذا يطلق البنة في المرقى قبل أن نضع الثوم بالنسبة عن الليفيوند حطيت له شوية الملح شوية فلفل أسود و شوية الكمون الكمون صح نضعه لنضع البنة سبيسيال المثوم بصح ما تكثروش حطوه على راس المورفابرك هذا ما كان و بعدها حطيت كمية مليحة على الثوم و حطيت بيضة كاملة يعني في المثوم من حطوش البصل من حطوش المعدنوس وتوابل مذكورة فقط حطيت شوية على شابلير و نحاول أني نعج نومليح و بعدها نبدأ نشكل فيه الكوريات بالنسبة للكوريات في المثوم أيضا لازم يكونوا شوية كبار يعني يعمروا العين في الوصفة الأصلية يحكموا اللوز الأبيض و يحكموا كما نقولوا احنا يرشقوا الحبيث هكذا يعني حتى اللوز يقعد خارج من حبة تاع الفيونداشي صح أنا حبيت نديره غير في الديكور و في نفس الوقت هاني نقلب في اللحم حتى يتقليل يمليح يعني لازم تديوا وقتكم في هذي الوصفة باش المرقة تاعكم جي بزيف بنينة لحم في الحم تقدروا تقولوا هذي الوصفة الأصلية لازم اللبنة كامنا رهي في اللحم لعدناش منكونات بزيف وصفة يعني بزيف هيلة بلك أغلبية نديروها كي ديونا ضييف علي بها سمية الفيديو بمئدة ضييف احنا يعني الأمانة ما عندنا حتى ضييف الدار والله عرملي بده هذا الحجر الصحي وهذا الوضع و واحد مدخل الدار و احنا ماروحنا لحتى واحد يعني والله صراحة كثير من شهرين بقى ففي رمضان كي خلصنا هذي الطاولة و شفناها و قلنا تمنينا لو كان بناتنا ضييف كسرنا ويت اللي فاتوا فالله غالب ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء تتحسن لنا الأوضاع و تتعاود لهم جميع العائلات كما شفتوني حطيت البصل و حطيت الثوم نعود نقول سمحولي العاصميين اللي ما يحبوش البصل في المثوم لكني حطيت كمية قليلة قصبر كمية خسر للمرقاح حطيت الثوم بالسيف و نقعد غير نقلب فيهم يعني ندي في وقتي في كل مرحلة و نقعد غير نقلب في اللحم على الجهتين هنا فقط كنت حطيت التوابي اللي هما الملح فلفل اسود وكمون بالنسبة للملح متكثروش بالسيف لان المرق يجي خاثر كمية قليلة كمية قليلة كمية قليلة كمية قليلة كمية قليلة حطيت كمية قليلة و يزيد يضوب البصل مع الثوم و نزيد و نعود نخلي هذا المال ينشف الفرق في اللون تحسوا بليه البصل كلها تعسلوا لحم خلاص تقليل مليح و مليح شوفوا الفرق في اللون سوف نحن مرق عادي بالنسبة للمال يجب أن يكون مسخون أنا كنتم سخنته على الجنب و تضغطوا الماء حاول أن تغطي الحم إذا كان الحم قطعة صغيرة فمش رح يدي معكم وقت كبير يعني في الطياب بصح كما أنا قطعة هنا كبار نحاول أني نغطيها مليح و نسكر على هذه المقلة الكبيرة يعني نطيب فيها و نخلي الحم يطيب مدامني قليته بزيف و طولت كون تشوفه يعني هذه المرحلة بلي كفيت 40 دقيقة فم يطولش بزيف و يطيب لي حسن يقرب يطيب و القوه باللي يطري و نحلو و نحط الحموص بالنسبة للحموص أنا كان عندي طيب يعني نحنا نطيبوه من يبل مياه و نخبيوه في الكونجلاتور كي نحتاجو نلوحوه اخر حاجة سمهنا أنا رايح نلوحو برك مع الخطار الأخرى قبل ما نحط رايح نحط القرفة نحط القرفة في هذه المرحلة و حطيت يعني عود صغير حكذا يعني سطلق لي لبنة تحو و مجيش بزيف قاطع يعني في المرقة تاعي كحطيت الحموص بس هنا رايح نحط الفيونداشي بهذا الشكل بالنسبة للحموص إذا الحموص مش طيب حطوه من الأول صح ننصحكم يعني على الأقل طيب و نص طيب يعني ما يكون شنيه تماما حكذا خير ما يديش البخص و كي نحط الليبول تبعي رايح نعبد نشعر أكثر الناس كون شوية قاية بعد ما كانت نار هادئة نخلي الليبول خمستاش دقيقة خمستاش دقيقة لا أكثر ما طولوش بزيف الطيب تاع الحموص و ليبس لكم و كيف يبدأ يغلي يحسبه خمستاش دقيقة و طفيه خمستاش دقيقة فقط لأن الحجم تاع الحموص شوية كبير و سكون الوصفة بإذن الله ناجحة أنا نخليه يغلي و رايح نروح معاكم للطاجين الحلو بالنسبة للطاجين الحلو اللي كان بشباح السفراء بالمشماش بالعينة كنت درت معاكم الوصفة ديجا يعني رايح موجودة في إحدى طاولات رمضانية شوفوا فقط الوصفات اللي فاتوا ما عندهم مش بزيف فالوصفة رايح موجودة فقط كينا واحدة من المشتركات تركزت علي كيفيش تديروه مع التفاح فحنا التفاح نعته لكم في التحضيرات الخاصة بشهر رمضان كنا خبيناه في وقت التفاح كي يكون ذلك تفاح صغير نحكمه نظفوه نغسله مليح نحكوه بالقارس ثم بعد نطيبوه في السيرو السيرو اللي هو كيلة تعمى بنصف كيلة تاع سكر هذه هي وعلى حسب كمية التفاح ما تدير السيرو تحطي حبيت السفاح تاني طيبه كي طيبو تخبي التفاح به بالسيرو في الكنجلاتور كي تحتاجي تجب ديهم نقبل تخلي حتى ندي كونجلة كما راكم تشوفوني في الحبات ونبلي نحطهم على الطاجين الحلو كي يكمل طيبوه نعط لكم شباح الصفره نعط لكم الطاجين يعني البصافات موجودين في القناة ورايح نحاوي نخلي لكم رابط الوصفة تع شباح الصفره وطاعة الطاجين يعني المائدة اللي دات فيها الطاجين في صندوق الوصفة فقط على عنوان الفيديو تفاح على الطاجين الحلو نحطوه بيه بالسيرو هكذا يعني يجينا قد قد لأن المقادير تحت طاجين الحلو هي مقادير مضبوطة ماذا بينا مع الطاجين نزيده بالسيرو كما يعني القسندينيين وصفة قسنديني شباح الصفره يقولوا لي قلوا لي في التعليقات كنديرو طاجين حلو مع شباح الصفره نسميه حاجب وعينا يعني عجبني بزف الاسم فاليوم سنسميه حاجب وعبينا بتوفيح هاو المثوم بعد ما طاب بعد ما عقد لي شوفو شكلو بزاف شاهي وحد الريحة هاي لا بزاف البنين فشاهدكم بصحة وليحنا ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم ان شاء الله العاصميات يكونوا رضاوا علينا ما بقاش يعني جميع الوصفات راهم موجدين فقط حبيت نعطي لكم طاجين الحلو كي غليال يملي حني كي وصل لهذه الدهرجة خلاص وكن طفي عليه وراه جهز للتقديم هذا وش فيه يعني التفاح والايضا الايجاز نفس الطريقة ما كانش فرق في الطريقة حتى والبنة والغريجي ذايب سبتها بسم اللهي ما شاء الله هذي طاولتنا اللهم اديمها نعمة وحفظها منينا الزوال ورزق كلها محتاج كان فيها من كل المدينة وصفة درت شربة وحميص ومطلوع الطيفين الله الله الشربة درت لكم في اول يوم رمضان المطلوع موجود في القناة لحميص ما زل ما كتبش ربي بلكن ديروا الايام القادمة مثبو معاصمي طاجين حاجب وعوين القسنطيني موس سيديا عصرية صناطة جزائرية بسيطة على الجانب فان شاء الله هذا الفيديو يكون يعجبكم تكونوا استفدتم منه في الاخير ينقول لكم صحة فطوركم صحة صحوركم تقبل الله مننا وميكم